تركيا بطلتنا الايقونة بتاعة التايكوندو انجاز التعبير البطلة المحبوبة هداية ملاك اللي بتحاول تعمل معادلة صعبة جدا وان شاء الله ربنا وفاق انا اشتجوزت وان رايك لا هي طب اكمل رحيك وحكيليك موضوع الجواز دي هي لا وربنا وفاقها وقدرت تجيب مداليا برونز في البطولة دي في البطولة تركية فاحنا جبنا اربع مداليات في البطولتين ورجعوا هما المفروض يكونوا وصلوا دلوقتي وحنا نتكلم المفروض يكونوا وصلوا المطار بإذن الله بالسلامة موضوع هداية بقى المعادلة الصعبة عند هداية مش موضوع الجواز قوي لان هداية الحقيقة لعبة ملتزمة وهي شيزة بروفيشنل يعني افليت يعني مش عارفة التزاماتها وعندها اليقع عالية وحضور واعتقد اي لعب محترف بيبقى عنده تايم منجمينت فهي تلاقي عندها الامتنين تضمطها جدا جدا يعني لا هو التحدي اللي اقصدها هو تحدي منطقي لأي رياضي اعلى حاجة في الرياضة اللاعب في اي رياضة بيتمنى انه يحققها هي الأوليمبيج جيمز او الأولمبياد وانس انه حقق الأولمبياد او وصل في مداليا في الأولمبياد طبيعي جدا انه هو خلاص بيحصل له اجباع والحماس بتاعه غصب عنه لازم هيقل بيروح في حتة تانية خالص وحالات انه فيه اتنين حققوا في الأولمبياد مرتين في دورتين مختلفين حالات ندر جدا في العالم منها طبعا بطالنا كرم جابر طبعا الأسطورة المصرية وانا بوجله التحية والصديق عزيز كمان اكيد تحية فهداية بتحاول تعمل معادلة صعبة جدا انها بعد ما وصلت لأعلى حاجة وحست بالانتصار ومصر كلها والدول العربية والشهرة والشهرة في الرياضة جير كورة حقيقي حقيقي انها تقرر انها تستمر وعايزة تعمل لمصر وللجمهور اللي بيحب التايكوندو وللشعب المصري اللي هو عنده أمل كبير ان احنا تحقق مدالية انها يعني تبزل المجهود والوقت وتضحي بحاجات كتيرة جدا في حياتها علشان تحقق مرة تانية بإذن الله طبعا دي معادلة صعبة جدا فبرضو انا بوجه التحية ليها والزميلها تحية هم كلهم بيضحوا يعني